استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى في الرياض كلمة الملك تضمنت تأكيده على محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم أيضاً دعا إلى حل سياسي في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216 مؤكداً حرص المملكة على نصرة اليمن وإنقاذه فيما يخص الشأن السوري قال الملك سلمان أن التنظيمات الإرهابية ما كان لها أن تجد أرضاً خصبطاً لولا سياسات النظام السوري أما على الصعيد الداخلي وجه الملك بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان ونقل اختصاصاتها إلى كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأكد الملك سلمان على أن اقتصاد المملكة واصل النمو الفعلي رغم تقلبات الاقتصادية الدولية وهبوط أسعار النفط ووجه بتحسين السوق التجارية أيضاً أعلن الملك سلمان عن خطط تنموية جديدة تهدف إلى رفع مستوى الناتج المحلي وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية أيضاً إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية بعمل الله تعالى نفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة مثل الشورى استردنا الله سبحانه أن يبارك في الجهود ويجعلها خارسة لوجه الكريم شافر للمجلسكم ما قم به من أعمال وما اتخذهم من قراراته لقد قامت دولتكم أن كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها وشهدت من تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع واستمرت عاجل على التطور واستمرت عجلة التطور والنماء في وطيرة متصاعدة رغم التقلبات الصدية والدولية أيها الأخوة ونخوات إذا رأى من حكومتكم أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول فقد واصلت هماماتها بإغطاءات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل واقتصاد وصدرت المملكة في سيئة الخارجية على المبادية الثابتة المتجمع بالمواثيق الدولية المدافع عن قضايا العربية والإسلامية الرامي إلى محاربة جرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في السيديو أرحب بضيفي الخبير والمفاكر الإعلامي الدكتور علي الشعبي دكتور علي مساء الخير أهلا بك معنا إذن من خلال كلمة الملك سلمان من جديد يدعو إلى حل سياسي في اليمن وأيضا يذكر بنصرة المملكة ومحاولة المملكة واستعدادها لإنقاذ اليمن من جديد ما ملامح هذا الحل وأين تتجلى من جديد قدرة المملكة على إنقاذ اليمن بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يأتي الخطاب على أكثر بالمستوى يتحدث عن المستوى الداخلي ومن ثم عن المستوى الإقليمي القريب ومن ثم عن المستوى العالم العربي ومن ثم العالم فيما يتعلق بسؤالك عن موضوع اليمن حقيقة عندما دخلت المملكة العربية السعودية هذه المعركة وهي معركة مصير وكما أؤكد اليمن هي معركة وجود يبقى اليمن عمقا عربيا استراتيجيا مهما ليس للمملكة وإنما لكل دول الخليج ولهذا هناك ثقل عربي خليجي موجود في اليمن في محاولة لإنقاذ اليمن من درافل هذه العصاب التي حاولت أن تستوري على هذا الوطن بأكمله لهذا نرى خطاب جلالة الملك يصر تماما على مسارين أساسين المسار السياسي ومن ثم المسار العسكري ونحن شهدنا في جنيف كيف أن المسار السياسي بدأ متخبطا بدأ غير قادر على وصول الحل يبقى الآن الحقيقة المؤكدة هي أن المسار العسكري هو المسار الحاسب لهذه المعركة وهي معركة الفاصلة كما أقول وهي معركة وجود بالنسبة لدول الخليج طيب أن نبقى على السعيد الدولي في خطاب الملك والكلمة التي ألقاها أيضا من جديد دعا إلى محاربة الإرهاب وأظهر قدرة المملكة على الاستمرار في هذه الحرب التي كانت المملكة سباقة طبعا من أيام القاعدة بجهودها الآن في ظل داعش لفت أيضا الملك سلمان إلى أن تنظيمات الإرهابية كان لها دعم واضح من النظام السوري أو ربما لم وجدت هذه الأرض الخصبة بسبب النظام السوري ما تعليقك؟ موضوع الإرهاب موضوع طبعا لم يعد موضوعا داخليا هو موضوع عالمي موضوع دولي هذا الإرهاب بدأ يضرب في كل مكان ليس في الجزيرة العربية وليس في الوطن العربي ولكن وصل إلى فرنسا وصل إلى بريطانيا وصل إلى ألمانيا وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لهذا محاربة الإرهاب هي عملية منوطة بكل دول العالم إن لم نستطع أن نضع لنا تكتلا عربيا إسلاميا عالميا في محاربة هذه الآفة سوف طبعا تنالنا شضاياها الحارقة من كل جانب المملكة العربية السعودية وهي تقود عصفة حزم المملكة العربية السعودية قبل أسبوع تقريبا قدمت مبادرة لإنشاء جيش إسلامي المملكة العربية السعودية تقود تكتلا عالميا لمحاربة الإرهاب لأن الإرهاب ضرب في صميم المملكة ضرب في قلب الوطن العربي وضرب في كل الدول لهذا محاربة الإرهاب تبقى عملية أساسية من أجل الوصول إلى السلام يحقق الأمن والأمان هذه المنطقة جالات الملك عندما تحدث عن سوريا هو يؤكد أن منبع الإرهاب أو الحاضنة التي خلقها النظام السياسي في سوريا كانت حاضنة أساسية لوجود هذه النقو الشدادة الآفاق من جميع الحال العالم يتربون فيها الحاضنة ومن ثم ينتشرون في العالم لهذا جالات الملك يؤكد تأكيدا واضحا جدا على أهمية التعاون الدولي تحت أي مضلة الكانون أنا هنا لا أشير إلى المضلة الدولية وإنما أشير إلى تعاون دولي تحت المضلة الإسلامية تحت المضلة العربية تحت كل هذه المضلات لغرض وقف انتشار هذا الخطبوط الذي يهدد كيانات بأكملها سياسات المملكة الجديدة من خلال الخطبات من خلال الكلمات من خلال أيضا الخطوات على الأرض إن كان بقيادة عاصفة الحزم إن كان بقيادة هذا التحالف الإسلامي ضد التنظيمات الإرهابية كيف تنظر إلى هذه الاستراتيجيات الجديدة والسياسة الجديدة للمملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان طبعا منذ أن جاء الملك سلمان إلى سدة الحكم وهناك تغير وارح جدا في السياسة السعودية على المستوى الداخلي على المستوى الخارجي على المستوى الجيوسياسي وهذا نابع من مجموعة التحديات التي يواجهها جلالة ملك سلمان وأيضا القدرة على اتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة لإنقاذ هذا الوطن وتلك الأوطان لإنقاذ هذه الشعوب لإنقاذ سيل الدم العربي وسيل الدم المسلم الذي بدأ ينتشر على كل خارطة أنا في تصوري أن سياسة مملكة العربية السعودية الجديدة بقيادة حتى جلالة ملك سلمان وجيش من الشباب الواعدين لو لاحظت في الخطابات السابقة هناك تركيز على إدماج العنصر السعودي في الحراك المجتمعي قبل فترة شاهدنا انتخابات المجلس الشورى ودخول أكثر من امرأة في هذا المجلس هذه حقيقة مؤكدة أن هناك تغيرات على مستوى الفعل السياسي الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية وهذا ما يؤشر إلى مشاركة شعبية أكبر المشاركة في القرار والمشاركة في اتخاذ القرار وتم المشاركة في الفعل السياسي القادم طيب على ذكر الفعل السياسي المملكة قبل أيام احتضنت مؤتمر المعارضة لتوحيد صفوف المعارضة السورية فيما يخص الملف السوري الملك سلمان الأيداليون في خطابه لفت بأنه كما ذكرنا بأنه النظام السوري هو الذي ربما أعطى الأرض الخصبة للتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش لكي يتمدد ويتوسع أكثر على الأراضي السورية سياسة المملكة فيما يخص الآن الملف السوري باتجاه إيجاد حل للملف السوري وما يعانيه الشعب السوري كيف تنظر لها؟ أنت تدركين وأعزائي المشاهدين يدركون أن الآن الحرب في سوريا هي ليست حرب سورية سورية وليست حرب سورية عربية إنما هي حرب عالمية روسيا متواجدة إيران متواجدة حزب الله متواجد أطراف كثرة وأمريكا متواجدة كل هذه الأطراف تتصار على الأرض السورية إما في محاولة تقسيمها أو إعادة تقسيم المنطقة العربية وإعادة ترسل ملامح المنطقة العربية لهذا المملكة العربية السعودية ومن خلال احتضانها لمؤتمر المعارضة تريد أن تضع الإنسان السوري في بؤرة الحدث بؤرة التواصل مع النظام وبؤرة أيضا تحديد المسارات القادمة لأنه لا يجب أن يبقى هذا النظام رابطا على قلب الشعب السوري ومؤثرا في صناعة إرهاب جديد ومن ثم يسكت العالم بأكمله لأن العالم يدرك وجلالة ملك سلمان يدرك أن بقاء هذا النظام هو عبارة عن استمرار لقضية تخريب الكاملة ونشر الرهاب في المنطقة أشكرك جزيلا الخبير المفاكر الإعلامي دكتور علي الشعبي شكرا جزيلا لك